هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء الأثنين أكثر من مليون ومائة وخمسة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وثمانية وسبعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين واثنين واربعين ألف شخص